بالسؤال الأول في سورة التوبة في قوله تعالى تيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون هناك قول مفاده أنه إذا تحولت هذه الآية إلى دعاء يحدث منها كلمة رسوله باعتبار أن الرسول قد توفي صلى الله عليه وسلم سؤالي هو هل نحن مخولون كبشر أن نحذف من هذه من الآيات الشيء وأن تحولت إلى دعاء الشيء الثاني أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو فضل مادي فقط أم أنه فضل معنوي باعتبار نشر الإسلام وما تبع ذلك من دخول البشرية فيه السؤال الثاني في قوله تعالى في سورة يوسف حتى إذا سيئة الرسل وظنوا أنهم كذبوا أتاهم نصرنا ظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا أتاهم نصرنا تعلم في غيراتكم أنه زيادة في المعنى هي زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى فالسيئة هو بلغة قمة الياد واضح واضح أعطيني الثالث أعطيني الثالث ماذا قال كذبوا ولم يقل كذبوا السؤال الثالث في قوله تعالى في سورة هود نعم ويقوم يعملونك على متانتكم أني آنوا سوف تعلمون من يأتيه عذاب ليخذيه ومن هو كاذب وارتقبوا أني معكم رقيب شكرا أم عبد الله لماذا لم يقل لماذا قال رقيب ولم يقل مرتقد باسم الفاعل شكرا شكرا أم عبد الله بالنسبة للسؤال الأول كثر السؤال عنه من قديم هذه الآية يتولغت الكريمة ولغيرك من المستمعين لأن بعض الفضلاء يعفى الله عنه وعنهم شغب علينا بمثل هذه الآية دون أن يفقها عن الله كلامه كلمة الحذف لا يحق لأحد هذا كفر أن يأتي أحد للآية ويحذف منها شيء إذا تلوناها غير قضية فهمها إذا تلوناها غير قضية فهمها غير قضية تأول القرآن هذا لا يسمى حذفا الآن كان هناك زمرة من المنافقين همهم الدنيا يقول الله عز وجل عنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يعني همهم الدنيا فالله عز وجل يقول لهؤلاء المنافقين كيف تتعاملون مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله يدلهم يرشدهم ولو أنهم قالوا حسبنا الله يعني رضينا بالله سيؤتين الله من فضله ورسوله يؤتيهم الله من فضله الرزق ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيهم مما أتاه الله من مال من مقام من مكان يجعل أحدهم أميرا على سرية فيغنم يجعل أحدهما من يجب الزكاة فيغنم وأشباه ذلك إن إلى الله راغبون الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم فهل الآن يقال سيؤتين رسول الله من فضله هذه مثلها ومثل ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هل الآن نقول لي يقول أحد عاقل يا رسول الله استغفر لي وهو يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يحيى حياة برزخية الله أعلم بها مثلها مثلها هذه مثلها تماما فمن قال بأنني أو غيري قلنا بحذف القرآن هذا أصلا يعني إما غلط في الفهم وإما غل في القلب نجم عنه هذا القول لا يقول أحد بحذف شيء من القرآن ولا يملك أحد أن يحذف شيء من القرآن لكن يا أختي الكريمة فرق ما بين التلاوة وما بين فهم وما بين فهم القرآن هذا السؤال الأول السؤال الثاني الله عز وجل قال حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ليس المقصود على قول بعض أهل التحقيق الحديث عن الأمم لكن قد تأتي خطرات وساوس بعيدة جدا لكن لا تلوح في الأفق على أن الرسول يخاف أن يكون وقع منه شيء لم يأتيه بسببه نصر الله وقد وعد بالنصر هذا المعنى وقد مال إليه بن سعد رحمة الله عليه في تفسيره الحالة الثالثة قال الله عز وجل كما ذكرتي وارتقبوا إني معكم رقيب رقيب على وزن فعيل صيغة مبالغة وهي أعلى وأعلى شد بناء من قوله راقب الذي هو اسم فاعل والعلم عند الله